ارتفع عدد الأشخاص المصابين بالتهاب الصحية على مستوى مستشفى زيوشي محمد بطولغة ولاية بسكرة إلى 33 خالة غلبهم أطفال يخضعون للعلاج اللازم بالمستشفى يمحادرون من بلدية طولغة وبلديتين لشان وبوشغرون المجاورتين من جهتها مدرية الصحة أوفدت فريق طبي متخصص قصد التكفل بالحالات المسجلة جدير بالذكرى أنه تم تسجيل نحو 60 خالة بالولاية منذ بداية شهر أكتوبر الجارية